سريعاً كده النهاردة كان فيه وفد من أعضاء مجلس الأمني بيزور العريش ورفح بالتنظيم والتنصيق مع بعثة مصر والإمارات في الأمم المتحدة خارجية المصرية كشفت تفاصيل الزيارة في بيان رسمي لها قالت إنه أعضاء المجلس هيتم إطلاعهم على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لإغاثة أهالي فلسطين في قطاع غزة وقالت إنه الوفد عين وشاف المساعدات والجهود الإنسانية اللي بيقوم بها الهلال الأحمر المصري وكمان الدعم الطبي للجرحة الفلسطينيين المهم في هذه الزيارة إن الوفد هيسمع من مصر المعاوقات والعراقيل المفروضة من إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معبر رفح واللي بتسبب تكدس الشاحنات قدام معبر رفح والتعطيل دخولها لقطاع غزة الخارجية المصرية قالت إنه توقيت الزيارة مهم جداً جداً في وقت بيقف فيه مجلس الأمم ومن عاجز عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة ومنع الاستهداف المستمر للمدنيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية الزيارة جاية في الوقت للمجلس بيناقش فيه مشروع القرار العربي الإسلامي اللي مصر كتبت نصه الأول عشان يتم عمل آلية فعالة لدخول المساعدات للقطاع بشكل مستمر ويحط حلول للتعنت الإسرائيلي